في ظل رهان رئيس الجمهورية لأن تكون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز وعلى بعد أسبوع فقط عن بدايتها تتطلع الحكومة لإنهاء ما تبقى من هيكل المنظومة الاقتصادية الذي ستعتمد عليه وعلى رأسه مشروعي قانون الاستثمار الجديد وتسير العقار الصناعي لما نحضر خطة إقلاع اقتصادية نحضر لها الأرضية أو البيئة التي نبعث فيها البيئة هذه أول شيء فيها هو هذا الهيكل القانوني ليشمل كامل القوانين الاقتصاد نتحدث في السؤال على قانون الاستثمار قانون أيضا إعادة النظر في العقار الصناعي وأيضا قانون تجاري الذي رأيه في الورشة يجب أن نحضر كامل هذه الأرمادة القانونية كي نستطيع أن ننتقل بسرعة المتوقعة والسرعة المخططة لها وفي هذا الإطار صدقت الحكومة منذ يومين على ثلاثة مشاريع متعلقة بملف الإقلاع الاقتصادي مع ضمان تحسين مناخ الأعمال هي قضية إعادة النظر وإعادة توزيع هذه المناطق لا يمكن أن نتصور مناطق حرة ونحن ما زال ما عدناش قانون تجاري حقيقي يعني فعلا يتساير مع القوانين التجارية في الجوار والشيء اللي يصار بها في الأسواق العالمية وما يكون لدينا قانون الاستثمار لأنك لازم تحمي روحك أولا كسوق جديد تحمي روحك بقانون الاستثمار يكون منصف ويبقى مشروع قانون المناطق الحرة بدوره ركيزة أساسية ستساهم في تنويع مصادر المداخيل خارج المحروقات